على خشبة مسرح نقابة الفنانين في باب الأحيى الفنانون احتفالية اليوم العالمي للمسرح بحضور شخصيات مسرحية ومثقفين من كتاب وشعراء المشاركون في الاحتفالية وجدوا أن إقامة هذه الأنشطة والفعاليات الفنية تمثل دعوة لإنقاذ الفن المسرحي العراقي وواقعه المتراجع نتيجة غياب التخطيط وصياغة أفكار ورؤى جديدة لزمن جديد تفانى خصام فن نحن نلتقي في هذا اليوم واعتبره يوم عيد والتصالح نلتقي من أجل أن نرتقي في هذا اليوم ونضع المسرح العراقي على سكة النجاح المستمر ثم تطموحا حقيقيا وصادقا لجيل الشباب ومما قبلهم مما انهضوا منذ عام 2003 عندكم في العراق لكي ينهضوا النهضة الثقافية الحقيقية ومن بين العروض التي قدمت مسرحية ناعور سات من أعداد وإخراج الفنان ثائر جبارة حاكى من خلالها واقع العراق وما مر به من أزمات سياسية واختصادية واجتماعية بأسلوب نقدي مباشر ناعور سات هو كلمة سات للفضائيات لكي ناعور بست رسوة بدي أنا المواطن العراقي اللي تكالبت علي كل الأنظمة من فلان إلى فلان جعلوني ناعور بست رسوة بدي وشهد الفن المسرحي العراقي خلال السنوات الخمس الأخيرة ظهور جماعات مسرحية شبابية استطاعت أن تؤسس لنفسها مكانة في الوسط الفني رغم قلة الإمكانيات المقدمة لهم الجماعات المسرحية الشابة تلاحظ يعملون دون مقابل الكثير من الفرق الشبابية أو المواهب الشبابية تعمل في القرب من الناس كما ذكرت المسرح من الناس والناس نلاحظ حتى في نوع العروضة المختارة منهم هي ملامسة للواقع العراقي قريبة من الهم العراقي ويعزوا مهتمون بالفن المسرحي تراجع المسرح العراقي وانحساره إلى عدم وجود مشروع ثقافي وطني يمكن من خلاله التأسيس لقاعدة منتجة وفاعلة ويقول مسرحيون عراقيون إن غياب الدعم الحكومي عن المسرح الجاد خاصة بعد عام 2003 حوله إلى مسرح تجاري رغم محاولات رواده وسعيهم لإعادته إلى مكانته السابقة أحمد الحسناوي الحرة بابل